كما أسلفنا وسط كل هذا الضجيج الذي يتعلق بالدكاء الاصطناعي هل ثمت بداية هل ثمت ما هو غير أخلاقي بتعرف بداية التطور في عالم الطب مثلا ثمت من قال في حينه أنه في مسائل غير أخلاقية أثناء التجارب عدثت وإلا لما كان التطور الطبي وصل إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة هل ينطبق هذا على موضوع الذكاء الاصطناعي هل ثمت ما هو غير أخلاقي في هذه المسألة برمتها أولي شيء يسأل مساء كل صباحا شكرا على استضافتكم يعني الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرت هو أثار ضجة كبيرة من نسبة للأخلاقيات هناك لا أخلاقيات في الذكاء الاصطناعي من ناحية المعلومات وخاصة في هذه الفترة أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات يعني كيف تجيب معلومات وكيف تحصل على معلومات أنت بتطور النماذج المختلفة في الذكاء الاصطناعي ويصبح السيستم عندك أكثر ذكاء فالحصول على المعلومات مرات في طرق إخلاقية وحصلت هاي بعرفش إذا بتذكره في انتخابات الأمريكية فلما حصلوا على معلومات وكيف توجه الناخبين فهذا تعتبر شيئا إغلاقية لأنه أنت ما أخدت الموافقة من الشعب بحيث أنه تحصل على اتجاهاتهم كذلك مثلا في عملية التسويق في التسويق انت هلا لما تدخل على الفيسبوك وتدخل على مواقع وتحاول تشتري هلا هاي المعلومات كلياتها في شركات بتأخذها وتحفظها وبتستغلها في عملية التسويق فهون هذه شغلات لا أخلاقية والحكومات عمالها بتوضع قوانين ومنها برضو الحكومة الفلسطينية بتطلع عمالها وثيقة في استراتيجية التكنولوجيا المعلومات بأنه شو لا أخلاقيات في الذكاء الصناعي فهذا مهم بالطبع طبع حتى نحدد المسائل ويكون المشاهد على دراية تامة بما عانيته عندما قلت أنه الموضوع يتعلق بالمعلومات الحديث يدور عن المعلومات الخاصة بالأفراد بالأشخاص يعني أنا لم تعود معلومات الشخصية في مأمن أم أن الحديث الأمر يدور عن مثلا المعلومات الخاصة بأجهزة أمن بمؤسسات كبرى مثلا بشركات هكذا المعلومات يعني بتاخد كل هذا المنحنة يعني من معلومات شخصية لما معلومات شركات ومؤسسات ومعلومات أجهزة أمن لأن هناك بالطبع لازم يكون هناك أمن على المعلومات وعلى السيرفورز الموجود عليها المعلومات أنه هذه ممكن أن تستغل إلى مصلحة ناس تانية ممكن شركات منافسة تأخذ هذه المعلومات وتستغلها في المنافسة مع الشركات التانية فهي على جميع الأصعدة بالتالي لابد من ضوابط دكتور 100% عشان هيك أخلاقيات الذكاء الصناعي أمانها يعني فيه جمعيات حكومات أمانها بتسعى لوضع هذه الضوابط وإخراج وثائق مختلفة طب الذكاء الصناعي واضح أنه يتطور تباعا دكتور هل لذلك كان عكاس على الوظائف العامة لأن هناك من يعتقد بأنه المستقبل للوظائف سيطاح به سيقذف به إلى حفة الهاوية ملايين البشر سيفقدوا وظائفهم إلى أي مدى هذا ما يقال الآن صحيح أو قريب من الحقيقة هذه مخاوف دائما تثار عند الانتقال من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا دائما هذه عملية التغير الخوف من التغير هذا دائما عندنا تخوف وعندنا هذه الفوبيا من أي تغيير بسير وهذه أعرف إذا تتذكر أو قرأنا في الثورة الصناعية الناس كانت متخوفة من الثورة الصناعية والقطارات البخارية وما شابه كانوا يتخوفوا منها كذلك عمر الإي آي بدأ بالخمسينات يعني بالخمسينات وكان هناك خيال واسع كانت أفلام هناك كثيرة بتقول عن الذكاء الصناعي وما أنه رح يصنع آلات وينتج إنسان آلي وما شابه من الشغلات وأفلام كثيرة إذا أذكر كانت موجودة ولا زالت موجودة هذا الخوف موجود دائما صحيح يعني ذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين يعني ممكن أنه يأثر على بعض الوظائف وعلى العكس ممكن أنه يثري ويعزز وظائف ثانية فأنا باعتقادي شخصي بأنه ما في الشي هناك تخوف بالعكس رح يكون في العمل الروتيني والوظائف الروتينية هاي ممكن أنه بالطبع هذه تروح لكن أو تنضح لنوعا ما لكن بالعكس رح يخلق وظائف جديدة لكن زي ما ذكرنا في الأول لازم يكون هناك ضوابط أخلاقية طب دكتور بحكم تخصصك هذا الروت الآلي أو هذا الذكاء الاصطناعي الذي سيحل محل الإنسان ربما في بعض الوظائف كما أشرت بعض الوظائف بحاجة إلى مشاعر إنسانية يفتقدها هذا الروت أو يفتقدها الذكاء الاصطناعي كيف في هذه الحالة سيتم يعني تعوض هذه المسألة يعني هي صعيز مثل ما ذكرت إنه فيه هناك أحاسيس مشاعر ممكن إنه ما تكونش موجودة في التعامل مع الإنسان الآلي يعني مثلا هلأ موجود ومنتشر اللي ما نسميه تشات بوت اللي هم إنه إنت لما تطلب مساعدة من شركة وإلا كذا بطلع لك واحد آلي ويحكي معك هلأ إذا إنت بالأول بجوز تشعر ممكن ما تشعرش إنه هذا تشات بوت أعماله بتطور هذا بحيث إنه يدخلوا الإحساس بس مش راح يكون زي إحساس الإنسان طيب والذكاء الاصطناعي يتغلغل إلى تفاصيل حياتنا شيئا فشيئا السؤال هل الناس العامة بحاجة إلى تأهيل ليتعاملوا بشكل أفضل مع التطور الصناعي الذي كما قلنا غزى مجمل تفاصيل حياتنا ولامسه الآن بدأ يلامس كل جوانب حياتنا فأفترض في هذه الحالة نكون إحنا على قدر من الوعي بكيفية التعامل مع هذا التطور غير المسبوق على المستوى الكوناعي أتفق معك أنه لازم يكون هناك نشر وعي بين الجماهير والعامة عن الذكاء الصناعي هلأ بالطبع في فجوة تكنولوجية بين جيل وجيل يعني مثلا الجيل الجديد هو متعود على التكنولوجيا متعود على استخدام الأدوات التكنولوجية فهي بتلاحظ كمان يعني أنا بقرأ في بعض نشرات في مسابقات بين طلاب المدارس على إنتاج آلات في الذكاء الصناعي وماشاء الله يعني فيه إنتاج جيد المشكلة في الجيل اللي شوية أكبر هو بجوز شوية يكون مشواعي لهاي النقلة التكنولوجية في الذكاء الصناعي فضروري جدا لازم يكون في هناك توعية عامة على كافة الأصادة ولكافة الأجيال على شو مخاطره شو فوائده وكيف نتعامل معاه يعني ضروري جدا لأنه فيه مخاطر زي أي إشتين يعني فيه مخاطر معي فلازم توعية لكيف أنه نستخدم الذكاء الصناعي وكيف أنه نحذر برضو الأدوات اللي موجودة أهم شي بالطبع اللي هي اللي منشوف اليوم بفيسبوك اللي هو الحصول على المعلومات وإحنا مجداريين يعني فيسبوك بتشوفه مثلا أو أي سوشال ميديا بتلاحظ أنه عماله بعرف عنك أكثر ما أنت بتعرف عن حالك وخاصة في الدعايات عماله بظهر دعايات يعني ممكن بحاجة إلا أو مش بحاجة إلا فكيف عرف هذا فهو هذا كله من جزء من الذكاء الصناعي طيب سؤالي الأخير في هذه الحلقة دكتور من عكاس هذا الأمر أقصده الذكاء الاصطناعي على المهن الإبداعية هل سينعكس كيف سينعكس على الرواية على القصيدة على النص المسرحي على النص الغنائي على المطربين على الممثلين على المبدعين كل على الفن التشكي على النحط كل أقصد كل مناحي العمل الإبداعي نحن لا نخافش من المبدعين لا نخافش عليهم يعني لا أعتقد أنه لا يوجد خوف على المبدعين أولا مثلا هذا التشات جي بي تي بتقول له اكتب لقصة في مناحي هاي أو شعر أو شعر قادر لكن ما بيكون فيها النواحي الإبداعية اللي الإنسان المبدع يكون فيها هي ممكن تساعده يعني مبارع كنت في ندوة في أحد المدربين فأقول أنا المادة التدريبية بساعدني فيها تشات جي بي تي فأنتجها لكن ما بتكون موجود فيها التفاصيل اللي أنا خبير فيها فبتحتاج لسه تونيك فهو ممكن يكون عامل مساعد لكن مش رح يقدع الإبداع ولا أعتقدش أنه رح يقدع على الإبداع أنا أود أن أشكرك جزيلا شكرا دكتور رشيد الجيوسي رئيس قسم الحاسب في جامعة القدس أن كنت ضييفي في هذه الحلقة من بيت للكل شكرا لكل المعلومات التي أفدتنا به شكرا جزيلا دكتور شكرا لكم وشكرا لإستضافتكم أنا سعيد بوجود الله خليك